السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هنوري لكم ما لا ينبغي فعله أثناء لساعة قنديل البحر وما ينبغي فعله لعلاج الساعة إليك ما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه لعلاج لساعة قنديل البحر إذن نبدأ بما ينبغي فعله لعلاج الساعة شطف موضع الساعة بالخل لمدة 30 ثانية على الأقل إذ لم يكن لديك خل يمكنك استخدام مياه البحر إزالة مخالب قنديل البحر من الجلد بعناية باستخدام ملاقات غمر موضع الساعة في ماء ساخن وليس حارقا لمدة 20 إلى 45 دقيقة توجه إلى الطبيب لاستكمال العلاج وتفادي أي مضاعفات محتملة ما لا ينبغي فعله لعلاج الساعة من بين العلاجات الشائعة اللي لا ينبغي استخدامها لزالة السم التبول على موضع الساعة القنديل البحر بالزالة في الناس يقولون أنه التبول على الساعة القنديل البحر يعني يزيل الألم لكن ذلك غير صحيح استخدام عاصر الليمون أو كريم الحلاقة أيضا غير صحيح غمر موضع السعاب الماء البارد غير صحيح استخدام صوداء الخبز أو فرق موضع السعاب من شفاء ذلك كله غير صحيح تسبب بعض الساعات قنديل البحر الألم والحكاة لأيام ولتخفيف من حدتها يمكن استخدام الكمادات الساخنة لتقليل التورم والالتهاب تناول عقاقير المضاد للإتئاب الموصوفة من قبل الطبيب كريم مضاد حيوي موضعي لتقليل خطر العدوى إذا ازدادت حدة الآلام أو أصبح موضع السعاب متورمان أو خرج ماء من الجرح فقد يكون ذلك علامة على العدوى لذلك ينصح بزيارة الطبيب في أجل لا يتعدى 24 ساعة نتمنى أن هذا الفيديو يكون مفيد هذا الشيء اللي عنا في هذا الفيديو إلى ما زال ما تابنته في القناة دينا مرحبا بكم هذا الشيء اللي عنا في اليوم طلب رسكم السلام عليكم اشتركوا في القناة